أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة خالد عبدالغفار ضرورة الإسرائي في الانتهاء من المنصة الإلكترونية الخاصة بمنظومة السياحة العلاجية ووضع الآليات والمعايير والاشتراطات اللازم توفرها للحصول على تأشيرة العلاج داخل مصر جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع الأمانة الفنية لللجنة العليا للسياحة العلاجية تضمن الاجتماع مناقشة وعرض آليات القبول بالمنصة وطريقة التسجيل عليها والخدمات التي تقدمها المنصة للسياح من طالب العلاجة والخطط المقترحة من الجهات المعنية وأعضاء اللجنة لتنشيط السياحة العلاجية بمصر